التلفزيون الأحرابي أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بتوقيت مصر نناقش فيها الرفض النصري لإحتلال إسرائيل مع بررفح ومحور صلاح الدين ونتابع إرساء مناقصة لشراء عشرين شخنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية طلب الشتاء وأخيراً نسلط الضوء على إعلان معلومات الوزراء أن مصر في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً بمؤشر حقوق الطفل لعام الفين واربعة وعشرين بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة كما شارك عبد العاطي في اجتماع ضم عدداً من وزراء الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والسبل تنفيذ حل الدولتين وقد أكد خلال الاجتماع أهمية انسحاب جيش الاحتلال من معبر رفح ومحور صلاح الدين والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونضم إلينا من القاهرة سيد بهاء محمود البحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحباً بك سيد بهاء تمرس القاهرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أقصى درجات ضبط النفس وتحضر مراراً من نفاذ صبرها والآن مع تفاقم الأوضاع في القطاع من زوايا مختلفة أولاً استمرار العملية العسكرية في غزة ثاني هام وهو تجاهل نتنياهو لجهود المنفاوضات والوسطاء من الدول العربية والغربية وهو مستمر في قتل الفلسطينيين وحرب الإبادة هل نفذ صبر القاهرة؟ للأسف مصر مضطرة على استمرار ضبط النفس لأن هذا بالفعل ما يجب أن تفعله مصر حيال الدفاع عن القضية الفلسطينية حيال المحاولة في وقف إطلاق النار ومحاولة وقف نزيف الدم غير ذلك يعني دخول المنطقة في صراع كبير بين أطراف عدة غير ذلك يعني حرباً كبيرة في المنطقة منها بالطبع مصر وهذا ما بالفعل ترد إسرائيل وحلافائها يعني ضمار للمنطقة مصر تحاول ألا تستجيب للسفزاز الإسرائيلي حتى لا تكون المسألة فقط مصر هي المزنبة في الأمر أو مصر من أعاقت السلام بين قطاع غزة وإسرائيل أو مصر من جعلت الإقليم يحطن وبالتالي مصر لا تريد أن تكون هي الطرف الفاعل في الأزمة وحتى ينكشف العالم أجمع أن من يدير بفعلاً صراعاً في المنطقة من لا يريد سلام إسرائيل من يريد توليط المنطقة في حروب عدة من يريد ألا يكون سلاماً سواء كان في غزة مع لبنان في سوريا مع إيران مع كل الأطراف من يدير كل هذه الحروب بالفعل هي إسرائيل وبالتالي مصر تحاول أن لا تخلط الأوراق ببعضها وحاول أن يكون التركيز الأولي والأخير الآن في هذا التوقيت تحديداً هو القضية الفلسطينية ما عدا ذلك هي قضايا يمكن أن مناقشها فيها في وقت آخر حتى لو كان الأمر يتعلق بقضايا مثلها يعني الحدود المصرية الإسرائيلية وما يحدث فيها كان بديفد كل هذه الأمور يمكن الصبر عليها لأنها ليست في اعتقاد دولة مصرية بشكل ما مع خطوط تصعودية مع دولة الاحتلال هل لدى مصر إمكانية الإقدام على خطوة تصعودية دبلوماسية إذا هذا الوضع الصعب الخطوط متشبكة مع إسرائيل محور صلاح الدين معبر رفح دبلوماسيا نعم لكن هناك مأزق الجوج الأول أنه على مستوى دبلوماسي بالفعل حتى الآن لم يتم اعتماد أوراق الصفير الإسرائيلي الجديد بمصر وهناك أخبار داخل إسرائيل تتحدث عن أن يكون هناك ضغوط أمريكية على مصر حتى يتم قبول الصفير الإسرائيلي هذا ورقة دبلوماسية بغض النظر عن حجمها بالنسبة للعملية من ناحية أخرى أيضا مصر لا تستطيع الانسحاب دبلوماسيا من الأزماء لأنها طرف وسيط مهم مع الدولة الشقيقة قطر وبالتالي مصر وقطر طرفين مهمين لأن الطرف الآخر هو الطرف الأمريكي طرف ليس موحيدا طرف يعمل لصالح إسرائيلي يمولها يدعمها في الأمم المتحدة يدعمها عسكين وبالتالي انسحاب أي دولة سواء كان مصر أو قطر هو مسألة سلبية ومسألة إلى حد ما ليست في الصالح القدرة الفلسطينية وبالتالي هي مسألة أوراق توضع على الطاولة تستخدم كل منها على حسب عدم الإضرار بالقضية على حسب عدم أن يكون هذا الأمر مضرا للإخوة في غزة لأنه أي فعل آخر أو أي ورقة أخرى ربما تبدو تصعيدية ربما ترضي بعض الأطراف لكنها قد تكون في حقيقة الأمر على حساب القدرة الفلسطينية ولا حساب ما يعانيه أهل غزة وبن سامة هنا نحتفظ في مصر بما يقال شعرة معاوية في هذه الأزمة أنت تدير الملف بطريقة تحاول الحفاظ على كل ما يفيد أهل غزة وفي نفس الوقت عدم التهاون بما يتطلب من مطالب إسرائيل سواء كانت محور الفلسطينية معبر رفح الحديث عن تسليم سنوار أو خروجها من قطاع غزة وكل هذه الأمور التي تخلق من وقت لآخر من قبل إسرائيل حتى لا يكون هناك أي هدنة حقيقية أو لا يكون سلاما حقيقيا بين فلسطين وإسرائيل حديثك سيد بهاء عن المفاوضات هناك بعض المحللين يروا أن هذه المفاوضات أصبحت أداة لإدامة حرب الإبادة الجماعية يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نيتنياهو نيتنياهو لإستمرار هذه الحرب التي يشنع حتى أن الصحف الإسرائيلية ذكرت أن نيتنياهو أثبت على مر السنين أنه أستاذ في المفاوضات الزائفة فيها الكثير من الكلام والصفر في الأفعال هل ترى أن هذه المفاوضات فعلا أصبحت أداة لإدامة حرب الإبادة؟ يعني حرب الإبادة واضحة بدون مفاوضات يعني إسرائيل طوال عمرها هي من تتلكك لأن تكون هناك أزمة مع القضاع الفلسطيني من وقت الحين إلى آخر تجد هناك ضربة أو هناك اقتحام هناك تفزاد لمشاعر الأخوة في فلسطين سواء فيما تعلق بالسفارة أو العاصمة القدس أو فيما تعلق بالمسجد الأقصى فيما تعلق باعتقال الأخوة في فلسطين سواء كان في الضفة أو في غزة أو في أي مكان فيما تعلق أيضا بضربات كبيرة لا تتساوى مع ما قام به أي فارض من المقاومة في فلسطين ومن سما مسألة المفاوضات ليست هي فقط من يؤخذ بها على إدانة الإبادة الإبادة واضحة صريحة طوال عمر إسرائيل أو هذا الكيان وبالتالي لكن مسألة المفاوضات هي واضحة للعالم أن هذه الإدارة أو هذه الحكومة تحديدا هي أفشح حكومة وأسأل حكومة تدير مفاوضات في 2014 تحديدا عندما وجدنا كان هناك بعض المعتقلين أو بعض الأسرح في تلك اللحظة الحاسمة كيف يخرج المفاوض الفلسطيني أو الوسطى العرب كقطر ومصر من فخ المفاوضات الزائفة وما هي حساباتهم في تلك اللحظة هو للأسف المفاوضات يجب أن تستمر من حين لآخر لأنه حتى لا يتهم الجانب العربي بأنه من فرط في المسألة بل يجب أن تستمر أيضا لأنها ورقة إدانة أخرى على المستوى الدبلوماسي الدولي حتى لا يقال أن الطرف العربي هو من أفشى المفاوضات وحتى أيضا يتم إثبات أن من يفشل المفاوضات كل مرة هو جانب إسرائيلي لكن عندما تترك المفاوضات وتترك الساحة خالية سوف يقال أنه نحن جاهزون للمفاوضات ونحن من نرغب في السلام وأنتم من تبتعد وبالتالي هي ورقة مهمة ورقة على الأقل لإثبات سوء نوايا الطرف الآخر وهذا واضح من عدة مسائل أولا أنه عندما تنزلت حماس في أكثر من مرة لصالح الهدن ولم تقوم إسرائيل بأي تنازل المرة الأخرى عندما شارع إدارة بايدن أو شارع إدارة بايدن في تقديم مقترح في نهاية مايو الماضي وكان هذا المقترح من مفترض أنه تم التوفق عليه بين الأطراف عدة ثم اخترعت إسرائيل أو اخترعت نتنى تحديدا بعض المطالب الغير مقبولة والغير مشروعة حتى يطيل أمل المفاوضات ربما لها لعلاقة باغتيال قائد حماس من جانب أو حتى يعرف من هو المسؤول في الكونجرس في المفترة القادمة أو على الأقل حتى يعني أو بمانا صح هو يعرف أن أمريكا ليس منشغلة بصورة حقيقية في مسألة غزة بقدر انشغالها بحرب أوكرانيا أو انشغالها في عقلية الأمر بالانتخابات الداخلية كل هذه المسائل كانت واضحة في طريقة عمل مفاوضاته ومن ثم جانبين المصري والقطري بكل نفوذهم وعلاقاتهم وقواتهم يعني هما في مغزك حقيقي لأنهم أمام دماء كثيرة تنزف في قطاع غزة وفي نفس الوقت هما مطالبين باستمرار العمل لأنه ليس هناك مفر من يعني الاعتماد على كل أوراق المتاحة سواء التصعيد الدبلوماسي أو المفاوضات أو أي أوراق أخرى تتاح لهم في أي وقت شكرا لانضمامك معنا سيد بهاء محمود الباحث في مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا من القاهرة أرست مصر مناقصة لشراء عشرين شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتقطية الطلب في الشتاء وذلك بعد تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز ولتكون تلك المناقصة هي الخمسين منذ بداية العام الحالي حيث تحولت مصر مرة أخرى إلى مستورد للغاز الطبيعي وانضم إلينا من القاهرة دكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والتقى مرحبا بك دكتور ثروت بعد تصاعد أزمة الغاز الطبيعي خلال الشهور الماضية هل نستطيع القول أن مصر تخلت عن خطتها لتصبح موردا موثوقا لأوروبا كما أعلن مسؤوليها من قبل تم إفن طبعا مصر حاليا تمره بأزمة طاقة وده طبعا أسباب كبيرة جدا هو موضوع تناقص الإنتاج إحنا طبعا إحنا إنتاجنا كان من الغاز حوالي 7.2 مليون قدم وكعب من الغاز واللي كان بيساهم في عامات الإنتاج ده حق لزور كان بحوالي بـ 40% من الإنتاج كان إنتاجه 3.2 مليون عشر واللوقت حالي الأسف عنهو 2.1 مليون عشر وده نتيجة طبعا التناقص الطبيعي في الخزان كضغط وفبعض المشاكل الفنية في زيادة من الأبار فطبعا مصر الوقت بما كان عندها اكتفئة زيتي من 2018 وكنا نكون بعملية التوريد التصدير لأوروبا وبعض البلاد الأخرى وده طبعا ده كان من حول خلال سنة ونصف من الآن ولكن الآن لأسف في عملية نقص الطاقة في موضوع الغاز الطبيعي وبنعلي تكون مصر بعملية تستيرات شحنات كثيرة جدا وقامت بعمل نقصة مؤخرا في عملية الاسترات بأكثر من 20 شحنة وده طبعا معادلة عملية الاستهلاك اليوم من عملية الغاز لأننا لأسف بناخده 60% من الغاز ده عملية انتاج الكهرباء وهنا لأسف في الصيف دلوقتي شديد الحرارة وبالتالي من احتاج كمية كبيرة من الغاز الطبيعي لعملية التعويض عملية الحصول على الكهرباء اللي عملية انتاج الكهرباء في هذه الأشياء وعليف مصر طبعا تستطيع حاليا هل كانت القاهرة مبالغة في تقديراتها بشأن حقل ظهر لا طبعا هو طبعا الاحتياطي كان 30 تليل وكدام مكاعة من الغاز ده طبعا الاحتياطي اللي هو المعتمد حقل ظهر فنيا الناس يجب أن تعرفوا فنيا أن أي بير بوترول أو أي أبار غاز وبوترول بمرور الوقت بمرور الزمن بحصل عملية تناقص لعملية الانتاج والضغط بيقل وحصل حجس مية زيادة الووتركات وزيادة المية من الأبار طبعا الحقل بقاله خمس سنين دلوقتي في عملية الانتاج وحصل فيه تناقص والتناقص طبعا حصل سريعا وده طبعا نتيجة عملية زيادة المية فيها هو كان من الأرجح عملية الحصول على أنه كان ممكن يكون بيمد أكتر من كده ممكن مثلا بعد عشر سنين الانتاج يبدأ مستمر ولكن عملية زيادة الانتاج السريعة من الحقل قدت إلى زيادة المياه الجوفئية اللي طبعا نناقص بسمحنا في البطول حيث كمية كبيرة من المياه تحت خط الغاز الموجود في الخزان وبالتالي قدت عملية الزيادة السريعة نتيجة هذه الأبهار كان ممكن عملية ممكن عملية في حديثك أشارت إلى أن كان هناك ضغط في سرعة الانتاج من حقل الظهر من المسؤول عنها وهل هي تتضم تكون جزء من المشاكل الفنية التي أيضا أشارت إليها تماما أي خزان في العالم أو أي حقل يتمون حقل سميليشن موضل سميليشن موضل يعني نحط منها محاكاة للطبيعة من تحت الأرض على طريق جهاز الكمبيوتر وبالتالي بنعرف بالضبط هننتج في زمن ونشوف حقل البير سيقعد كم سنة قدام وكمية المياه ستبدأ تزيد طبعا لابد أن يكون في عملية رجوع لهذه الأشياء وعملية نسمحنا الأوبتمام ريت تشوف الماكسيم ريت أو الأوبتمام ريت اللي بيخلي البير الخزان يبدأ ياخد هذه المدة من السين في عملية الإنتاج ممكن تكون سياسة من الشيك الأجنبي أنه يكون بعمل ذات الإنتاج ممكن تكون احتياج الدولة طبعا لعملية ذات الإنتاج لسد الحتاج الموجود في الدولة من الكهرباء وخلافه من المشاريع أو الأخرى أنه طبعا الغاز عندنا يخش في صناعات كثيرة جدا صناعات بدرقوميات صناعات أسميدة الشعب نفسه يستخدم الغاز للكهرباء حقيقة كثيرة جدا مما قدت عملية الاستهلاك الكثير وذات الحرارة الشديدة قدت برضو لعملية ذات الاستهلاك فطبعا كان من الممكن أنه يتم عملية التغلب عليه بعملية الانتاجية اللي يتم فيه ولكن هذا الانتاج الذي تم بعملية اللي هو بسمحنا البيك بروداكشن كانت 3 أو 2 من 10 كان ممكن يستمر لفترة أكثر من كده لو حصل فيها عملية برضو بسمها رزيفور مانجمينت أو عملية أين أخطأت الحكومة المصرية هل عندما تصورت أننا نعوم على بحار من الغاز فأنطقت المليارات على محطات تعمل بالغاز الطبيعي أم عندما لم نستثمر بالشكل الكافي في مصادر الطاقة المتجددة لا الدولة الحكومة المصرية لا تخطأ في شيء الحكومة المصرية عندها خطة استراتيجية لعملية زادة الانتاج عندها تلت محاور رئيسية ماشية عليهم أول حاجة زادة الانتاج أول حاجة يجي بعملية الاستكشافات الكثيرة وجذب المستثمرين وده اللي تم بالفعل فيه عملية جذب شركة استكشافي اللي هو نارجس وان وده حبر 2.18 تلليون كده مكعب الدولة برضو ده ذات الانتاج عندها طبعا اللي هي بسموح اللي هي المحطة الالكترونية اللي هي التي تكون بعملية وضع كل الكونسيشينات الموجودة عندها مناصات شغالة وتمت في البحر الأحمر وحصل فيه مناقصات تمت وفيه بعض الشركات الاجنابية القوية زي شيل وبتروناس ومبدلة الإماراتية وقامت بأخذ هذه الكونسيشينات وده كل ده عزيزات الانتاج بمشكلة بس كمان طبعا قامت بعملية عشان تتغلب على مضوع الكهرباء قامت بعملية تدبير العملة الأجنبية من مصادر في الدول بحيث أنها تكون بعملية التغلب على هذه المشكلة تمام فهي بتزود الانتاج عندها طبعا خطة لعملية التنوع الطاقة أو تنوع سلط الطاقة وده طبعا متمثل فيه عندنا فيه قارة بنبان في الياه الطاقة الشمسية في عندنا الطاقة الكهرومائية في عندنا الضبع للطاقة النووية وفي عندنا كمان الجيرين الجيرين هيدروجين اللي هو هيدروجين الأخضر يعني ده طبعا حيدي كلها موجودة في الدولة وهي أريد ماشية على خطة سبتها بحضور 20-35 ستوصل 42% من إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى مصر نعم شكرا لانضمامك معنا دكتور ثروت رغب أستاذ هندسة البترول والطاقة كنت معنا من القاهرة أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى تصنيف مصر في المرتبة الثامنة والعشرين عالميا بمؤشر حقوق الطفل وتناول المركز في بيانات تقرير الصادر عن مؤسسة حقوق كيتز رايتس بالتعاون مع جماعات دولية والذي رصد مؤشرات حقوق الطفل في أربعة وتسعين دولة واعتبر مركز المعلومات أن المؤشر يقيس سنويا مدى احترام حقوق الأطفل والتزام البلدان بها وتنضم إلينا من القاهرة السيدة زينب خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرحوة بك سيدة زينب ما أبرز المشاكل التي يعاني منها الأطفال في مصر وما هي مطالب المجتمع لانتزاع حقوق أكثر للطفل الحالة لو تكلمنا على أكثر المشاكل التي يواجهها الأطفال في مصر بالرغم من أنه عندنا الدستور وقانون الطفل يقدموا حماية كبيرة جدا للأطفال ولكن عندنا إشكالية في غياب آلية لإنفاذ هذا القانون كان المجلس القومي للأمومة والطفولة هو المعني بمتابعة أوضاع الطفل ومشاكله في مصر ولكن للأسف كان فقد استقلاليته من سنة 2011 لحد نوفمبر الماضي وده خلى أنه ما فيش جهة محددة تقدر تركز على رصد أكبر المشاكل وحلولها وتقديم حلول لها عندنا طبعا لما نتكلم على مشاكل هنتكلم أكتر حاجة على العنف ضد الأطفال عندنا مشاكل خاصة بالعنف الأسري مشاكل خاصة بالعنف في المدارس بالعنف في الشارع كمان حتى السوشيال ميديا ودخولها في حياة الأطفال كمان فيه عنف يمارس على الأطفال من خلال المحتوى اللي بيتقدم منها كمان لما نتكلم على مشاكل الأطفال لو تكلمنا على حقوقهم لما نتكلم على التعليم والصحة ما فيش عندنا ميزانية مرصودة لهذه الخدمات فبالتالي ما نقدرش نقيس حجم الخدمة المقدمة وبتوصل لمين للأطفال وحتى لو موجودة التوزيع الجغرافي بتاعها عامل ازاي هل فيه ضمانة لأنه كل الأطفال بيحصلوا على نفس الخدمة بنفس القدر وبنفس الجودة ما جدية خطوط تلقي الشكاوي التي تتعلق بانتهاك حقوق الطفل وهل هناك جدية في التعامل مع تلك الشكاوى عندنا الخط 16 ألف ده اسمه خط نجدة الطفل اللي تابع للمجلس القومي للأمامة والطفولة ولكن الخط ده بيتلقى الشكاوى ثم يحلها إلى ما يسمى لجان حماية الطفولة اللي موجودة مفروض في كل حي من أحياء مصر كل حي لي لجنة خاصة بيه ولكن اللجان دي ما عندهاش ميزانيات خاصة بيها فبالتالي عدد العاملين فيها أوليل نفس اللجان دي زي ما هي بتتلقى الشكاوى من المجتمع ومن الجمهور كمان هي بيعتمد تقريرها في الأضايا الخاصة بالأطفال سواء في النيابة أو في المحكمة فده بيخلي الضغط عليهم كبير جدا واللي بيتم يعني النظر فيه بشكل جدي هو المحال للجنة دي من المحكمة فده بيأثر بالتبعية على الشكاوى اللي جاية من المجتمع بشكل عام طبعا عدم وجود ميزانية مخصصة لأضايا الطفل بشكل عام من ميزانية من الانفاق الحكومي ده بيأثر أيضا على مدى قدرة الليجان دي على تلبية احتياجات الشكاوى اللي بتجيلها من الجمهور فأصبحت يعني نقدر نقول أنها يعني بقت جزء من المعاونة القضائية في حالة وصول الحاجات للأطفال لما شكلهم بالقضاء ولكن هي هدفة الأساسي كان ألا يصل الطفل للتعامل مع القضاء حقوق الطفل كيد رايتس أفاد بأن مصر في المرتبة الثامنة والعشرين من أصل أربع وتسعين دولة خاصة بالحقوق التي يتمتع بها الطفل في البداية ما هي المعايير والأليات التي يتم بها حساب مؤشرات خاصة بحقوق الطفل على أساسها وأيضا من خلال إجابتك هل تعتقدين أن مصر وهي تحتل المرتبة الثامنة والعشرين هو رقم يدل بالفعل على الواقع الذي يعيش هو الطفل المصري لا أعتقد أنه ده مش يعني مش هيبقى مرتبة واقعية لأنه إذا عندنا مؤشرات نقدر نقيس بيها قضايا الطفل وحصوله على الخدمات فهي بتحددها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية دي بتحدد أنه المفترض أنه يكون فيه ميزانية خاصة للطفل علشان نقدر نقيس الخدمات اللي بيحصل عليها المفروض يبقى فيه مرصد مستقل لمشاكل الأطفال وحمايتهم والحاجتين دول مش موجودين عندنا في مصر لا عندنا ميزانية مرصودة للأطفال ولا عندنا مرصد خاص بقضايا الطفل فبالتالي أقدر أحط قوانين نصوص قوانين صماء ولكن ما عنديش ما يدل على إنفاذ هذه المواد من القانون وحصول الأطفال عليها خصوصا أنا أتكلم على أنه نسبة الأطفال تحت 18 سنة بتتعدل 40 مليون نسمة في مصر فدول تلت سكان الجمهورية فعلشان أقدر أطلع مؤشرات الخدمات والحماية اللي بيحصلوا عليها لازم يكون عندي مرصد لده ودي الحقيقة حاجة غائبة ربما يكونوا اعتمدوا على نصوص قانونية فيه تقدم محرز فيها على مستوى أضايا زي الختان والتحرش والتمييز والتنمر ولكن قياس أثر القوانين وتجديد العقوبات عليها لا أستطيع الاستدلال عليها لكي نستطيع أن نصل للمركز شكرا لانضمامك معنا سيدة زين بخير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كنت معنا من القاهرة وصلنا إلى ختام بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة مزيد من الأخبار على موقعنا العربي دوت كوم إلى اللقاء التلفزيون العربي ترجمة نانسي قنقر